السلام عليكم أعزائي الطلبة موضوعنا لهذا اليوم هو المثنى والملحق به اللي هو خاص منهج الثاني المتوسط مادة اللغة العربية المثنى والملحق به عندنا هذا الدرس يتكون من جزئين الجزء الأول اللي هو المثنى والجزء الثاني الملحق به خلينا نعرف بالبداية ما هو المثنى شون أعرف مثلاً المثنى إذا جاء في الجملة سواء كان نص قرآني أو بيت شعري وبعدين أعرف الملحق به عندنا المثنى هو اسم دال على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون مكسورة في حالة الرفع ويا ونون مكسورة في حالتي النصب والجر هذا التعريف طلاب يعني ما نريد تمرون عليه مرور الكرام يعني هو من خلال التعريف هو تقدر تعرف ما هو المثنى يعني تعرف الموضوع بأكمله أولاً هو اسم انتبه على هذه الكلمة الأولى يعني لا هو حرف ولا هو فعل هو اسم دال على اثنين أو اثنتين هذا الجزء الأول من التعريف راح نعرفه هنا عندنا مثلاً معلم ايش راح تصير نضيف لها ألف ونون هو قال لكم بالتعريف ألف ونون مكسورة في حالة الرفع عندنا هنا الألف ونون إذا أريد أن نضيفها لهذا الاسم المعلم ايش راح تصير معلمان إذا أجت هذه الكلمة الجملة أعرف أنه هذه مثنى شون عرفتها من خلال نهاية الكلمة اللي ضفناها هسه الألف ونون معلم شون صارت؟ معلمان هذه هي الألف ونون اللي ضفناها هذه في حالة الرفع أنا هسه راح أوضح لكم في حالة الإعراب يعني شون تعرف في حالة الرفع ما المقصود بالرفع والنصب والجر بس بالبداية أريدك تعرف شنو المثنى أو شلون تكون مثنى مثلاً إذا يجيب لك أسماء متعددة يقول يطلب من عندك مثلاً المثنى من هذه الأسماء أو ما هو المثنى من هذه الأسماء فش راح يسير عندنا معلم؟ نضفناها هالف ونون معلمان هذا اللي المذكر في حالة الرفع في حالة النصب والجر شون نقول لك؟ ياء ونون في حالتين نصب والجر شرح يسير يعني؟ معلمين معلمين في حالة النصب والجر الإضافة هذه هي اليا والنون وهذه راح نبينها إن شاء الله بالإعراب في إعراب المثنى عندنا طالب المثنى من عندها شنو؟ عندنا قلنا زيادة ألف ونون فش راح تصير؟ طالبان هذه في حالة الرفع الألف داخل المربع باللون الأحمر حتى تتميزوها وطالبين في حالة النصب والجر طلاب هذه فيما يخص المذكر المؤنث نفس الشيء يعني إذا جاك اسم المؤنث أيضا يأتي منه المثنى بنفس الطريقة مثلا عندنا طالبة إذا تضيف لها ألف ونون ش راح تصير؟ يعني في حالة المثنى أو المثنى من هذا الاسم ما هو؟ طالبتان أيضا الإضافة كانت هي الألف والنون هذه في حالة الرفع أما في حالة النصب والجر ما راح تصير عندنا؟ طالبتين هذه هي الياء والنون أنا هذه خليتها داخل المربعات باللون الأحمر حتى تتوضح عندكم من أشرح إعراب المثنى عندنا اسم آخر اللي هو شاعر عندما نضيف ألف ونون اللي هي احنا ذكرنا اسم الندال على أثنين أو أثنتين بزيادة ألف ونون ها طلاب هذه الكلمة زيادة إذا طالب يسأل يقول شينها زيادة ألف ونون الزيادة معناها إذا أحذف الألف ونون هنا في حالة الرفع أو في حالة النصب والجر تحذف الياء والنون تبقى الكلمة ذات معنى معروف يعني إذا أحذف هذه الألف ونون ما راح تبقى؟ معلم اسم واضح ودال على معنى معين عندنا الآن شاعر ما راح تصير؟ شاعران هذه المثنى في حالة الرفع عندنا في حالة النصب والجر ما راح تكون؟ شاعران هذه المثنى في حالة النصب والجر تأتي بهذه الصيغة عندنا كلمة أخرى أو اسم آخر اللي هو كاتب كاتبان عندنا هنا تبهو طلاب وأعتقد صارت واضحة هذا التكرار حتى تميز أو تعرف المثنى في الجملة بعدين نعرف الإعراب هذه في حالة الرفع في حالة النصب والجر كاتبين هنا في حالة النصب والجر وأخيرا اللي هي شاعره هنا المؤنث المثنى من عندها ما راح يكون؟ شاعره تان انتبهوا طلاب أيضا بإضافة ألف ونون على المفرد راح يكون عندنا هذه الكلمة الصير مثنى هذه في حالة الرفع أما في حالة النصب والجر شرح راح تكون عندنا؟ شاعرتين هذه في حالة النصب والجر الآن صارت واضحة عندكم وتعرف الكلمة اللي هي مثنى إذا أجدتك في الجملة طالبان مثلا أو طالبين كاتبان شاعرتين أي كلمة منها ذني إذا أجدت في الجملة أو غيرها تعرف أن هذه الكلمة مثنى بقي شيء آخر ومهم اللي هو الإعراض إحنا شنو قلنا؟ بزيادة ألف ونون مكسورة في حالة الرفع إذا كان موقعه الرفع في حالة الرفع وياء ونون مكسورة في حالة النصب والجر يعني إذا جاءت هذه الكلمة منصوبة راح تكون منصوبة بالياء وإذا جاءت نفس الكلمة موقعها مجرورة يعني سبقت بحرف جر راح تكون مجرورة أيضا بالياء هذه المقصودة في حالة النصب والجر وراح تتوضح عندنا بالجمل عندنا الآن إعراب المثنى المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء هاي كلها من خلال التعريف وأنا ذكرت لكم أن التعريف مهم يفصل لك الموضوع بأكمل يعني يعرض المثنى بالألف في حالة الرفع وينصب ويجر بالياء شنو يعني؟ هسا راح من خلال الجمل تكون واضحة مثلا عندنا انتصر انتصر القائدان انتصر القائدان هنا هاي جملة بسيطة مكونة من فعل وفاعل انتصر فعل ماضي مبني على الفتح هنا هو موضوعنا القائدان هنا موقعها مثنى جاءت بعد الفعل من الذي انتصر؟ القائدان إذن هذا فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الألف وتذكر السبب لأن هذه العلامة اللي هو الألف علامة فرعية وليست علامة أصلية وإحنا شرحنا موضوع علامات الأصلية والفرعية في أول درس انتصر القائدان القائدان هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف وتذكر السبب لأنه مثنى مثلاً عدنا حضر الطالبان حضر الطالبان حضر فعل ماضي مبني على الفتح الطالبان هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف أيضاً لماذا؟ لأنه مثنى إذا طالب يسأل يقول أستاذ أنت ليش تذكر السبب يعني رأساً إعراب طالبان يعربها فاعل مرفوع علامة رفعه للألف لأن هذه العلامة ليست أصلية هذه من العلامات الفرعية لذلك نذكر السبب فاعل مرفوع لأن العلامة الأصلية للرفع هي الضمة الآن موضوعنا هو المثنى هنا فاعل مرفوع يجي موقعه فش راح يصير الإعراب فاعل مرفوع علامة رفعه الألف وتذكر السبب لأنه مثنى مثلاً عدنا المجتهدان مهذبان انتبهوا طلاب ألف ونون في حالة الرفع الرفع ليس فقط فاعل ممكن أن يأتي مبتدأ أو خبر انتبهوا لهذه الجملة المجتهدان مهذبان المجتهدان أنا اسم وجاء في بداية الكلام ماذا يعرب مبتدأ إذن هنا المجتهدان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لماذا لأنه مثنى ومهذبان شرح يصير خبر خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى هذه في حالة الرفع عدنا الحالة الأخرى اللي هي النصب أو الجرب بنفس العلامة مثلاً رأيته رأيته الطالبين هنا رح يكون الإعراب رأيته هنا فعل وفاعل طالب يقول أستاذ أنا ما عرف شنو فعل وفاعل بما أنه الضمير متصل هنا من ضمار الرفع رح يكون إعرابة فاعل يعني مكونة هذه الكلمة بهذا الشكل رأى الفعل رأى زائداً تاء الفاعل اللي هو أنا رأيته الطالبين فرأى رح تكون فعل ماضي مبني على السكون رأيته والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل والطالبين هنا شرح يكون موقعها من الإعراب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء طلاب هنا انتبهوا مفعول به منصوب علامة نصبه الياء أكدها مرة ثانية لأنه مثنى جملة أخرى مثلا كرم المدير المجتهدين كرم المدير المجتهدين كرم فعل هنا فعل ماضي مبني على الفتح المدير فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره المجتهدين هنا هو موضوع مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لماذا؟ لأنه مثنى كذلك في حالة الجر هستدني الجملتين جاء المثنى منصوب في حالة النصب في حالة الجر أيضا لأنه مذكور ينصب ويجر بالياء مثلا سلمت على سلمت على سلمت على الطالبين سلمت مثل ما أعربنا رأيته قبل قليل هنا فعل وفاعل وعلى حرف جر والطالبين هنا اسم وسبق بحرف جر ماذا يعرض اسم مجرور لكن هنا علامة الجر اختلفت عدنا اسم مجرور وعلامة جره الياء انتبهون الطالبين اسم مجرور علامة جره الياء وتذكر السبب أيضا لأنه مثنى بقى شيء أخير أريد تنتبهون علي طلاب ها أتكرر لكم جملتين من خلال ها مثلا عدنا كرمت كرمت المتفوقين نفس الجملة أيضا هنا طلاب أريد تنتبهون على هذه الجملة كرمت هنا أيضا كرمت اللي هو الفعل والفاعل مثل ما أعربناه قبل قليل كرم كرمت فعل مبني على السكون والتاء فاعل مرفوع ضمير متصل مبني في محر رفع فاعل هنا أيضا فعل وفاعل عدنا هنا هذا الاسم اللي هو المفعول به اشلون أعرف أنه في هذه الجملة مثنى لو جمع مذكر سالم يعني إذا طالب منتبه يسأل أنه جمع المذكر السالم أيضا ينصب ويجرب الياء ونهايته يأونون شون أميز ما بين جمع المذكر السالم والمثنى من خلال هذه الجملتين راح تعرفون شنو الفرق كرمت المتفوقين وكرمت أنت بطلاب لللفظ المتفوقين وينصار الاختلاف عندنا فقط في حركة النون وهذه الحركة مو حركة عرابية يعني مو نقول لي منصوب علامة نصبه الفتحة لا يبقى الإعراب نفسه بالعلامة اللي هي الياء فالإعراب الجملة الأولى المتفوق قيني مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى الجملة الثانية أيضا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء ورح يصير الاختلاف بالسبب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم فلون عرفت أنه الجملة الثانية جمع مذكر سالم والجملة الأولى مثنى من خلال حركة النون في الجملة الأولى النون مكسورة إذن هذه مثنى في الجملة الثانية النون مفتوحة إذن هذه جمع مذكر سالم وأيضا من خلال اللفظ هنا المتفوقين جمع وهنا المتفوقيني الريض هاي تنتبهون عليها طلاب هاي فيما يخص الجزء الأول من الموضوع اللي هو المثنى وقعدنا الملحق بالمثنى رح نشرحه إن شاء الله طلابنا الآن عدنا الجزء الثاني من الدرس اللي هو الملحق بالمثنى قبل قليل شرحنا المثنى الآن الملحق به أريد تنتبهونه ياي على هذا الجزء من الدرس إذا فهمت ذاك الجزء الأول هذا الجزء جدا سهل عدنا توجد ألفاظ تدل على المثنى في المعنى ركزوه لي على كلمة في المعنى خلي نكمل ولكنها ليس لها مفرد هذا أيضا جواها خطأ أحمر ليس لها مفرد من لفظها فهي ملحقة بالمثنى إحنا قبل قليل من ذكرنا مثلا المعلم معلمان فمعلمان من أين جاءت؟ جاءت من معلم إذن لها مفرد ألفاظ تدل على المثنى في المعنى أولا في المعنى وماء لها مفرد من لفظها فسميت بملحقة بالمثنى هذه الألفاظ أنا ذكرتكمها على شكل نقطيا هذه أولا وثانيا أولا اللي هي عندنا إثنان وإثنين تأتي للمذكر وإثنتان وإثنتين تأتي للمؤنث مثلا عدنا مثال حضر اثنان من الطلاب أدعي حضرون اثنين بعد ما درس أنا هذا آخر درس مثال هذا طلاب حضر اثنان من الطلاب هنا عندنا في هذه الجملة اثنان حضر فعل ماضي مبني على عفو حضر فعل ماضي مبني على الفتح نعم اثنان راح يصير فاعل مرفوع علامة رفعه الألف قبل قليل لنذكر لأنه مثنى الآن لأنه ملحق بالمثنى حسن إذا طالب يسأل لقل أستاذ أنه اثنان خواه مفردها واحد مثلا واحد ليش مو واحد المفرد الواحد هنا اختلفت الحروف الوا والألف والحا والدال عن اثنان ماذا يعني؟ مثلا عندنا اللي ذكرناها بالجزء الأول معلم معلمان من صارت معلمان فقط أضفنا الألف والنون إلها والمفرد مالتها موجود فقط إضافة الألف والنون هنا هناك اختلاف اختلاف جذري ما بين واحد واثنان إذن هذا ليس بمثنى هاي فقط للتوضيح طلاب نرجع للجملة حضر اثنان من الطلاب فاثنان هنا رح يكون إعرابها فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملح بالمثنى ومن الطلاب جار ومجرور هاي في حالة الرفع اثنان وفي حالة النصب والجر رح تأتي اثنين فراح تكون علامة نصبها أو جرها الياء مثل ما ذكرنا في بداية الدرس مثلا كرمت اثنين من الطلاب كرمت اثنين من الطلاب كرمت مثل ما ذكرنا قبل قليل فعل وفاعل كرم فعل منظم يبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل كرمت انا واثنين هنا رح يكون اعراضها مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى فهذه الألفاظ كنت حفظوها طلاب اثنان واثنين واثنتان واثنتين هذه للمذكر وهذه للمؤنث هذه الألفاظ ملحقة بالمثنى بالنسبة ل اثنتان او اثنتين بنفس الطريقة يعني ايضا ممكن ان تكون مثلا جاءت اثنتان من الطالبات فاثنتان هنا رح تكون فاعل مرفوع علامة رفعه الالف لأنه ملحق بالمثنى اثنان واثنين اثنان في حالة الرفع واثنين في حالة النصب والجر عفوا طلاب خلي اذكر لكم جملة في حالة يعني تكون هذه الألفاظ مجرورة متى تكون مجرورة هذه الألفاظ إذا سبقت بحرف جر هذه سهلة جدا يعني احنا عدكم هاي تعرفوها أصلا بالمراحل السابقة أي اسم يسبق في حرف جر رح يكون إعرابة اسم مجرور لكن هنا الحالة الإعرابية رح شوية تختلف الحرف اللي يكون علامته الجر الياء وليس الكسر اللي هي العلامة الأصلية للجر مثلا سلمت على أثنين من الطلاب سلمت إذا ما ذكرنا فعل وفاعل وعلى حارف جر اللي همنا بهذه الجملة هو هان الاثنين اثنين اسم مجرور وعلامة جر الياء لماذا لأنه ملحق بالمثنى ومن الطلاب هنا جر ومجر وكذلك اثنتين أيضا إذا سبقت بحرف جر عندنا الألفاظ الأخرى التي تعرب ملحق بالمثنى هي كلا للمذكر وكلتا للمؤنث هذه الألفاظ يعني عندنا اللفظ الأول اللي هو كلا إذا تقرأ بالكلا سيكون حرف جواب لكن تقرأ بالكسرة هنا نخلي لكم الكسرة غيرها باللون الأحمر هاته تميزوها هنا كلا للمذكر وكلتا للمؤنث هذه الألفاظ الطلاب تعرب إعراب المثنى متى إذا أضيفتا إلى الضمير انتبهوا لهاي رح أخليكم جوا خط اللون الأحمر إذا أضيفتا إلى الضمير تعرب إعراب المثنى شلون يعني مثلا جاء الطالبان كلاهما نرجع نعيد قراءة النقطة كلا وكلتا طبعا كلا للمذكر وكلتا للمؤنث تعرب إعراب المثنى متى أكل شرط إذا أضيفتا إلى الضمير وأن الضمير هما هذه كلا أضيفت إلى أي شيء أضيفت إلى الضمير إذن تعرب إعراب المثنى جاء الطالبان كلاهما جاء الطالبان هنا جاء في الماضي ببني على الفتح الطالبان تعلمنا قبل قليل شو نعراب فعل مرفوع على مترفع الألف لأنه مثنى نجي اللي يهمنا منه كلاهما هنا كلاهما من ذكرنا لك أنه تعرب إعراب المثنى مو تجد باللي فاعل لا هذه هنا تعرب توكيد معنوي بس إحنا دنقول تعرب إعراب المثنى لأن ترفع بالألف وتنصب وتجر باليا فقط هذا المقصود إذن الإعراب هنا شرح يكون كلاهما توكيد معنوي نتبه طلاب أعربنا فعل وفاعل كلاهما شرح نعرب توكيد معنوي توكيد معنوي في محل عفوا توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الألف خلص هو هذا الإعراب توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الألف شلون عرفنا علامة رفعه الألف التوكيد من التوابع يتبع المؤكد المؤكد في هذه الجملة هو الطالبان يعني هنا طالبان المؤكد والتوكيد كلاهما الطالبان مرفوعة إذن هاي تيجي مرفوعة المؤكد ييجي منصوب هاي تكون منصوبة المؤكد ييجي مجرور هاي تكون مجرورة خلي أذكر لكم جملة بحالة النصب رأيتو مثل ما ذكرنا هاي فعل وفاعل الطالبين هنا الطالبين تعرب مفعول به منصوبة نصبه الياه ايش راح يكون كليهما رأيتو الطالبين كليهما رأيتو فعل زائد فاعل والطالبين هنا راح يكون مفعول به منصوبة علامة نصبه الياه لأنه مثنى نجيل اللي همنا بهذه الجملة كليهما كليهما قبل قليل شنو كان علامة عرابة الألف لماذا لأن المؤكد مرفوع فهذه الجملة المؤكد منصوب جاء مفعول به الطالبيني اذا احنا قلنا هذا تابع يتبع المؤكد بالحركة الإعرابية فكليهما راح تكون توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الياه لأنه ملحق بيئة المثنى هذا التوكيد معنوي منصوب علامة نصبه الياه وشنون عرفناه منصوب لأن هذا الجزء من الجملة اللي هو الطالبيني هذا المؤكد هذا المؤكد وهذا التوكيد وكذلك في حالة الجر هذه بالنسبة لكلاء هذه الكلاء للمذكر طبعا تستخدم احنا ذاكرها هنا بالنقطة وكلتا تستخدم للمؤنث نفس الطريقة مثلا جاءت الطالبتان كلتا وضيفت الى ضمير خليه اذكر لكم هذه الجملة حتى تميزون بين الكلاء وكلتا وتكون واضحة لكم لدينا كلتا جاءت خليه نغير الفعل مثلا حضرت حضرت الطالبتان نجي لي الشرط اللي ذكرنا قبل قليل تعرب اعراب المثنى اذا اضيفت الى الضمير حضرت الطالبتان هنا طالبتان فعل حضرت فعل الطالبتان فاعل فاعل مرفوع وعلامة وعلامة رفعه الالف ليش اعربنا مرفوع لان المؤكد اللي هو الطالبتان جاء مرفوع وكذلك في حالة النصب اذا جاء المؤكد منصوب مثلا كرمت كرمت الطالبتان اش راح يصير التوكيد المعنوي كلتيهما في حالة النصب وكذلك في حالة الجر ايضا تأتي كلتيهما عدنا نفس هذني اللفظتان كلا وكلتا احنا مو قلنا هنا بيها شرط خلت لكم جوها خط باللون الاحمر حتى تنتبهون هاي مهم حين راح اخليها داخل مربع باللون الاحمر هاذ الشرط اذا ما تحقق واضيفت الى اسم ظاهر راح تعرب بالحركات المقدرة اذا اتحقق الشرط طلاب انتبهوا اذا اتحقق الشرط هذا واضيفت الى ضمير كلا وكلتا راح تعرب اعراض المثنى توكيد معنوي يامام رفوع او منصوب او مجرور حسب اذا اضيفت الى اسم ظاهر مو الى ضمير راح تعرب بالحركات المقدرة نانا انتبهوا طلاب وتعرب بالحركات المقدرة على الالف انتبهوا على هاي طلاب اذا اضيفت الى الاسم الظاهر هاي ايضا جوها خط من لون الاحمر انتبهوا طلاب حضر كلا الطالبين في هذه الجملة كلا لم تضف الى ضمير جاء بعدها اسم طالبين اسم اضيفت الى الاسم الظاهر حضر كلا الطالبين ما جاءت مضافة الى ضمير اذا هنا تعرب بالحركات المقدرة على الالف ليش ذكرنا على الالف لانها راح تلازم هذه الصورة حضر كلا الطالبين فاش راح يكون حضر فعل ماضي مبني على الفتح وكلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على الالف والطالبين راح يكون مضاف اليه مجرور علامة جره الياء لانه مثنى جملة اخرى سمعت كلتا القصيدتين جملة الاولى اخذنا كلا في هذه الجملة كلتا انتبهوا طلاب سمعت كلتا القصيدتين كلتا هنا اضيفت الى الاسم الظاهر حتى ما تشتبه انت منشوف كلا وكلتا اذا اضيفت الى اسم الى اذا ضمير راح يكون عرابها بالحروف مثل المثنة اذا اضيفت الى اسم الظاهر راح تعرب بحركات مقدرة حسب الموقع العرابي في الجملة الاولى جاءت فاعل مرفوع بضمة مقدرة في هذه الجملة اللي هي الجملة الثانية راح تكون مفعول به سمعت فعل وفاعل هنا فعل زاد فاعل وكلتا راح تكون مفعول به ونصوب علامة نص به الفتحة المقدرة على الالف والقصيدتين راح تكون مضاف اليه مجر وعلامة جره الياء لأنه مثنى كذلك في حالة الجر عفوت عن كلا المسيئين كلا اضيفت الى اسم ظاهر اذا اعراب هاش راح يكون بحركة مقدرة هاي اولا اول ما اعرفها انه اضيفت الى اسم ظاهر احدد او الى ضمير اضيفت الى اسم ظاهر اللي هما المسيئين اجي اشوف موقعها هل هي فاعل هل هي مفعول به هل هي اسم مجرور هنا في هذه الجملة اسم مجرور لأن سبقت بحرف جر عن عفوت هنا فعل زائد فاعل وعن حرف جر كلا اش راح يكون يعرابها اسم مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة على الالف والمسيئين راح يكون اعرابها مضاف اليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى بقعدنا ملاحظات طلاب اخر ملاحظتين خصاد الدرس الملاحظة الاولى تحذف نون المثنى انتبهوا طلاب احنا مو ذكرنا بداية الدرس انه المثنى يكون نهاية الف ونون او ياء ونون انتبهوا تحذف نون المثنى هذه النون راح تحذف متى عند الاضافة تثنية الاسم المركب تركيبا اضافيا خلينا نسميها بعض تحذف نون المثنى في حالتين عند الاضافة وعند تثنية الاسم المركب تركيبا اضافيا خلينا خلينا ناخذ جملة حول الجزء الاول هذا اليف جاء معلمة اللغة مثلا انتبهوا طلاب تحذف نون المثنى عند الاضافة المعلمة هنا وظيفة الى كلمة اللغة اصل هذا الاسم او هذا المثنى هو معلمان لكن حدفت هذه النون لان هذا الاسم اضيف الى اسم ظاهر عند الاضافة اضفنا بما انه اضيف اللي ما بعده الاسم اللي بعده فراح تحذف النون وهذه هي القاعدة تحذف نون المثنى عند الاضافة فالجملة هاي فقط للتوضيح هي اللي تهمنا جاء معلمة اللغة فجاء هنا فعل ماضي مبني على الفتح ومعلمة فاعل مرفوع علامة رفعه الالف لانه مثنى وهو مضاف واللغة مضاف اليه مجرور علامة جره الكسرة هذا الجزء الاول من هذه الملاحظة عند الاضافة حذفت مثلا جملة اخرى جاء مهندساء البناية مهندساء البناية اصلها مهندسان لكن اضفناها للكلمة اللي بعدها فحذفنا النون عند الاضافة وعند تثنية الاسم المركب تركيبا اضافيا مثلا عدنا عبدالله هذا عبدالله مفرد شلون اسوي مثنى الطريقة لبداية الدرس عبدان عبد عبدان هذا المثنى من اسم عبد لكن عند الاضافة عندما يكون عند تثنية الاسم المركب احنا هذا اسم مركب عبدالله عند التثنية ايش راح يكون راح تحذف هذه النون هذه راح اشطب عليها باللون الاسود ايش راح يكون جملة عبدالله او عبدالرحمان يعني اذا داخل جملة مثلا جاء او حضر عبدالله او عبدالرحمان فهنا حذفت النون لانها اسم مركب تركيب اضافي عند التثنية تحدث النون فالاعراب راح يبقى نفس الشيء فاعل مرفوع على مترفعه الالف لانه مثنم وقد عدنا ملاحظة اخيرة اسماء الاشارة مو جميعها انتبهوا طلاب مخلين بين قوسين اسماء الاشارة هاذان وهاتان والاسمان الموصولان مو كل الاسماء الموصولة ايضا نخليها نبين قوسين فقط اثنيهم من عددها اللذان واللتان شبه هاذان اسماء الاشارة dock يعربان اعراب المثنى فقط هاذان الاسماء الاشارة هاذان وهاتان والاسماء الموصولة فقط اللذان واللتان تعرب إعراب المثنى مثلا جمل الآن هنا نذكر لكم هذان تبهوا طلاب الطالبان مثابران هاي هنا الجزء الأول يهمنا من الجملة هذان هنا بالإعراب يعني من أجل يريد أعرب هذه الجملة هذا اسم إشارة ما سأقول بالإعراب مبتدأ طبعا ببداية الجملة مبتدأ مرفوع اسم إشارة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف تنتبهون طلاب وكذلك مثلا جاء اللذان أحترمهما اللذان هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف وفي هذه الأدنى هاتان عفوا هنا ذكرناها هاي الطريقة هذان وهاتان هاي الجملة ما لتان هنا أيضا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف هذان وهاتان وجاء اللذان وحضرت اللتان أيضا كلاهما فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة اشتركوا في القناة